صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى رجعنا لكم تاني معنا النهاردة النائبة الدكتورة شادية سابت عدو مجلس النواب أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك يا فاندي وأسرة البرنامج وأستاذ المشاهدين أهلا وسهلا بيك ومعنا تاني الدكتورة نورار نصار من شباب الدكاثرة المتميزين أهلا بيك يا دكتورة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك إحنا موضوعنا النهاردة هنتكلم عن قصة حادثة الأطباء الشباب اللي من المينيا اللي كانوا جايين في مكروباز وحصلت لهم حادثة القصة باختصار هم حاولوا أنه هم قالوا لهم قابليها بيوم أن بكرة عندكم تدريب فطبعا حاولوا الأطباء أنه هم يعني يأجلوا أو هم مثلا يقولوا طب عشان يبقى قدامنا فرصة أن احنا نيجي في قطر عشان خاطر عشان نيجي الساعة 9 الصبح في مصر لازم نطلع الساعة 3 وهيبقى فيه شبورة حاولوا ما فيش لدرجة أنه فيه طبيبة صغيرة كانت حامل في شهرين قالت لهم أنا حامل ماينفعش قالوا ماينفعش محدش ييجي المهم واللي مش هيجي هيتم التحقيق معه لدرجة أنه لما حصلت الحادثة فيه دكتورة ما جاتش اسمها دكتورة فاطمة فكتبع السوشيال ميديا بتقول يعني أنا ما جيتش لما اتصلوا بي أنا افتكرت أنه بيتطمنوا علي يعني أن حصل لي حاجة أتريهم بيقولها دكتورة أنت تحولت للتحقيق فقالت غريبة يعني هو احنا ينموت يتحقق معنا إيه رأي حضرتك يا دكتورة شادية في الكلام ده والله أنا طبعا في غاية الحزن والأسى وبقول يعني بقدم التعازي لهالي السواء وهالي الثلاثة أطباء لأنه فيه طبيبة الثلاثة ماتت المارح الحقيقة يعني بقول له بتقدم بخلص التعازي ممكن الحد زي بقى يعني حوادث كتير بتحصل على الطريق وقضاء وقدر ولكن لما يكون كل التنظيم صح لكن أنا دلوقتي كل التنظيم غلط يعني الخروج غلط عدم حجز للأطباء غلط يحجزوا لهم عاجبوا قبلهم بيوم ويحجزوا لهم مبيت أوكي وليه ما يبقاش فيه لا مركزية في التدريب طيب ما احنا عندنا كان عندنا الدكتور في الحروق كان الدكتور شريف وديع والدكتور أحمد حسنين راحوا يعني طعفوا المحافظات كلها وبا يدربوا في قلب المحافظات ليه كله المركز القاوم للتدريب ما المركز القاوم للتدريب يخليه اللي بتعمل الجهزة والقاهرة واعمل لا مركزية في التدريب فالحقيقة أنا القائم على التدريب ده لا الحقيقة يعني لازم يحاسب على كل الاستبسل غلط اللي عملها عدم حجز للأطباء عدم يعني اختار الأطباء غير قابليها بيوم لازم يبقى قابليها بمدة ويبقى الطبيب عارف وما فيش حاجة اسمها ما جيتش معاكي وخرجك برا المحافظة لا يعني الطبيب ده يحترم ده كان زمان يقوله عليه الحكيم ويشار عليه بالبنان يقوله هذا طبيب هذا الحكيم ماشي يعني الطبيب ده ياخد سبع سنين في كلية الطب وانا من زمان قلت كان مفروض ده يخرج على الدرجة التانية وليس على الدرجة التالتة لان الكلية بتاعته مش اربع سنين سبع سنين وبيخرج بياخد اجر متدني الفين ونص بس للوازع اللي جواه والوطنية اللي جواه واللي بيغرسهن في كلية الطب لازم يدي لو ما خدشه ولا مليم ولذلك نص الأطباء برا مصر لانهم يفتحوا بيوتهم ازاي اللي عايزة الجوزة الجوزة ازاي من الفين ونص واخد بالحضر ده فاذا الجور متدنية ما قلناش اي حاجة ظروف بس فيه ناس بتاخد مرتبات كبيرة يعني بتوع البترول وبتوع الكلام زي ده ليه ما عملش يبقى كله يعني يبقى وانبول وكله ياخد مرتبات زي بعض يعني فيه واحد فيه اماكن وفيها مرتاحين جدا وبياخدوا مرتبات عالية جدا الطبيب نبطشيات وطوارئ وبياخد وبعدين كمان نحافظ بقى على كرمته يعني ما يبقاش كمان اني وديه تدريب ومنحطش ستيبس صح اللي هذا الطبيب فالحقا اللي كان كله احنا يمكن قال الدكتور مجد مرشد قالك حاجة جميلة جدا قال احنا من زمان ومقولنا الكلام ده في لجنة الصحة كتير عايزين مجلس اعلى للصحة علشان يعاون وزارة الصحة في حل المشاكل اللي موجودة على الارض ويوم انا اللي سواء بقلت كلام ده فيه احنا لازم نحط السياسات العامة للدولة مع الوزارات المختلفة يعني كل الوزارة سواء صناعة مع لجنة الصناعة صحة مع لجنة صحة مشاكل الصحة من زمان كتيرة جدا كتيرة جدا وما بتتحلش واحنا مش منتكلم عن الوقت الحالي فلازم ده يبقى لينا وقفة لوضع السياسات للوزارة وفي نفس الوقت لوضع السياسات في الوزارة وفي نفس الوقت نعمل مجلس اعلى للصحة لحل مشاكل الصحة الموجودة طيب ننتقل الدكتور الشابة نوران نصار ايه رأي حضرتك في هذا الموضوع بس حضرتك هو احنا مبدئيا كده زي ما الدكتورة شادية قالت وافاضت ان في مشكلة واحد اتنين تلاتة احنا هلخص مطالب الدكترة الصغيرين في محورين او تلاتة اول حاجة حافظ لي على قرامة الدكتور الطبيب تمام من اول لما بقى دكتور امتياز وخلعنا البلت والابيض ولبسنا بقينا نايب ايه لا حافظ لي على قرامته مش معقولة ان الدكتور النايب معرض كان في الامتياز الاستقبال بتاع الاصر العيني بتقفل كل خميس وجمعة علشان خاطر دكتور بيتضرب نقفله خميس وجمعة نقفله خميس وجمعة ليه اصل الدكتور الجراحل فلاني ضرب اصل الدكتور في قوضة الرصاص اللي هي الانعاش الرئوي او الانعاش الضرب مايصحش حافظ لي على قرامة الدكتور يعني احنا ما بناخدش عائد مدي وخلاص احنا متقبلين ده بس على قل العائد المعنوي على قل العائد المعنوي الاول كانت الزباط الامن معنا كانوا بيقفوا على باب القسمة من برا بعد كده بقوا على باب القوضة بعد كده بقوا يقفوا جنب العيان وبرضه الدكتور بيتضرب مين في مهنته ساق مهندس او ظابط او وكيل نيابة او مزيع او واتفر تمام مين معرض ان هو العيان او المريض يتعد عليه يعني انا واحد سور يعني اللي بناخد لا بيض ولا سود من الشغلانة دي تمام كمان بقى انا وانا قعدة بمارس عملي ان انا ممكن في كل كده روشيتة دي مش عجباني لا مش عارف ايه لا ده انتو ده كترة ما عنده كش ضمير لا 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 وممكن توصل لتعدي بيتضرب بيتضرب على الطبيب بيتضرب على المواطنين لا مقيد ضرب على ده كترة ازاي طب بالنسبة للحالة الده كترة اللي هما برضو الشباب هل انت شايف الموقف اللي حصل دوت يعني حتى اللي ما جاتش تم تحولها للتحقيق حتى ما تمنوص عليها وده تعصف طبعا اه تعصف طبعا يعني احنا عايزين بس يقب فيه مرونة اه اولا الده كترة ده كانوا محتاجين التدريب ده طب ليه مثلا ما نخطأ يعني احنا مثلا دلوقتي في سنة 2020 تمام فيه حاجة اسمها ان احنا مثلا نسجل التدريب ده ويبعت مثلا واي فاي ويبقت تحضر مثلا عن طريق الانترنت او يطايرت بشاشة في الوحدة بتاعتهم ليه لازم في الجيزة ليه لازم في الجيزة طب هي تتعبن اونلاين وتتفتح شاشة في البروجيكتور وتطايرت في مكانها اللي هي سواء في بنسويف في المينيا في اسيوت في اسوان ليه الدكتور ارغمه ان هو يتحرك وفي وقت زي ده ليه ما يبقاش تذكرة من قبلها بيوم الطبيب ينام في المدينة الجيزة مثلا في محافظة الجيزة يوصل قبلها بيوم ينام يصحى مركز يحضر الدورة بتاعته يتحرك بباص مكيف وسيلة نقل محترمة ادمية ادمية في واضح النهار في واضح النهار مثلا ويبات الليلة قبلها والليلة بعدها مش احنا مفروض ده برنامج تدريبي واكيد سبونسورد او مكلف او في ميزانية ما يعني هم يتحركوا الساعة ثلاثة الفجر وبنات يبقى لعيب من التنظيم التنظيم محتاج يا دكتورة يعني مراجعة تاني لان كتير بيلوم على وزير الصحة وزير الصحة ملوش علاقة بالكلام ده المفروض ده ايه حاجات تنظيمية زي ما حالتك تفضلت وقلت يا ترى هتعمل حاجة دكتورة مع الطبيبة اللي هيتحقق معها المحاولين للتحقيق اللي ما راحتش لا يعني الحمد لله رب بنا نجاها يعني ده دي يعني فعلا كده ولكن احنا عايزين نقول لازم يبقى فيه زي ما قالت الدكتورة نوران لا مركزية في التدريب يقل لا يروحوا بوسائل زي ما احنا بنقول في احنا في العصر القرن الواحد وعشرين يقل لا بالانترنت يقل لا يروحوا يدربوهم هناك مش الدكتورة واذا كان لازم الامر ان يجوا هنا يبقى فيه تنظيم يبقى فيه تنظيم ويبقى فيه محافظة على قرامة الطبيب وترتيبات يعني محترمة فبكلمة اخيرة دكتورة نوران نصار المستشفيات او وزارة الصحة محتاجة مجهود جبار علشان خاطر نعلم مستواها احنا كدكتورة بنعمل اقصى ما عندنا نتمنى بس ان الناس تساعدنا وتسمعنا تسمعنا علشان نعلم ببعض من المكان ده طبعا بخالص العزاء لأهالي الأسر المتوفية لزميلي واللي بيقولوا ان فيه دكتورة تالتة توفت يعني بخالص العزاء مفروض دول يبقى اعتبروا شهداء للوطن وتصرف لأهاليهم مع شاك كأنهم شهداء شهداء حرب او كأنهم زباط توفوا لإذن بصراحة هما شهداء فعلا شكرا دكتورة نورال نصار الدكتورة الشابة الجميلة شكرا سيادة النائبة النشطة الرائعة اللي نشطها في جمهورة مصر أشكرك يا فردم طبعا الحوار مخلصي لسه ان شاء الله لنا تكملة لان وقت الهوى خلاص عايزة اقول انا بعتذر للناس اللي حاولت تتصل بنا لان الوقت كان ديق جدا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية نحاول ان احنا تواصل معاكم اعزائي المشاهدين يعني احنا كنا سعداء بكم وسعداء بالدكتورة النائبة شادية سابت عدو مجلس النواب الدكتورة نورال نصار الشابة الجميلة شكرا لحضراتكم وحلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة احلي